خليني كده أحط نفسي مكان حد يقولك أنا بقى هرايح الأجازة كمان أقرأ أنا عايز يعني فيه ناس يعني أنا عايز أشده أنه يقرأ لأنه لما هيقرأ حيستمتع جدا إزاي نقدر نشده أشده بالمجال اللي هو أصلاً بيحبه يعني هو بيحب الكورة طبعاً فيه كتب عن الكورة طبعاً فيه كتب عن تاريخ الكورة سواء مصرية وعربية وأجنبية وعن فرق بعينها وعن نوادي بعينها وعن العيبة بعينهم بتحب ميسي فيه كتب عن ميسي بتحب ماردونا فيه كتب عن ماردونا بتحب الدوري الإنجليزي فيه كتب عن الدوري الإنجليزي صحيح بتحب إيه بتحب الأفلام فيه كتب عن الأفلام المصرية والأجنبية فيه روايات عن الأفلام صحيح بتحب الموسيقى فيه كتب عن الموسيقى فأنا أدخله باللي هو أصلاً بيحبه باللي هو أصلاً بيحبه عشان أشده طب إحنا كمان عندنا يعني فيه أجيال كتير ما كانش عندها الفرصة دلوقتي لا تتابع الأفلام ولا تقرأ روايات بنسبة لأدباءنا وكتابنا الكبار اللي انت بتنصحه إن هو يقدر يعني إيه أب أنا مثلا عايز أعمل ثقافة جديدة لابني يعرف مين قد ابنا الكبير نجيب محفوظ مين إحسان عبدالقدوس مين يوسف إدريس مع حفظ الألقاب للجميع وفي نفس الوقت مش عايز أجيب له كل الروايات دي أساعده إزاي مقالات أقوال أعمل إيه أبدأ له بالحاجات البسيطة مش لازم عشان أعرف شاب على نجيب محفوظ مثلا أنا أجيب له أولاد حارتنا طب ما نجيب محفوظ عنده روايات قصيرة وصيرة وحلوة وهتخلص معه بسرعة وممكن يكون مثلا شاف مشهد من فيلم اللي اتعمل منه أيوة يعني أشده من الرواية اللي يكون لها فيلم بالنسبة له سهلة فيشوف توفيه الحكيم مثلا دي زي قصص فلسفية وصيرة دي تشد الشباب جدا وهكذا أنا عايزة أقول لك أنها ممكن قوي القديم الكبير عبد الحميد جودة السحار وفيلم مراتي مدير عام ليها رواية أصلا بالضبط فدي ممكن تبقى لطيفة أن احنا حتى ناس شايفت الأفلام دي ترجع ترى الروايات هتلاقي فيها برضو شكلتين مسلسل مثلا لا أنا أعيش في جلباب مزبوط ليه مدى ما فيش حد ما شايفش المسلسل صحيح ليه رواية طبعا ليه ما جبهاش مثلا لابني وهو لسه شايف معايا المسلسل من كام يوم بالتالي هو هيتعود ويقرأ ويحس أن هو أضفت له حاجات كتير بالضبط مثلا أبنائي أنه يعني الأديب وصحفي كبير أنيس منصور يعني كتبوا حول العالم ممكن تشد كتير من الشباب وتعرفهم حاجات كتير يعني بالضبط برضو ده اقتراح جميل جدا على الصيف وعلى البحر أنت ممكن تقرأ كتاب عن الرحلات بالضبط تخطط وانت كده على البحر والسحل الشمالي تخطط لأجازتك الجاية مثلا أنها تكون في مكان جديد تقرأ عن العوالم والمدن الجديدة اللي أنت نفسك تزور